دكتور راشد يا رجدي من وجهة نظر العلم والأكاديميا كإدارة عامة ومحلية وما إلى ذلك أن أصحاب هذه الأنواع من الأنشطة والعاملين في هذه الأنشطة زي ما وصفها ست النائب إنها في النهاية قلص اقتصاد موازي وكأنه بعيد تماماً عن الأوراق بتاعت الدولة يعني ليح عجم مالي نعلمه لكنه غير مسبت إلى أي مدى التعديلات دي تفيد وإلى أي مدى سوف تشهد إقبالاً ولا برضو نعمل مهما نعمل بعض الناس هتروح جاية كده وهتروح جاية كده لا خلاص القانون 154 لسنة 2019 قانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2019 كان مفروض المدى التالتة في القانون بتقول رئيس المدى الروا رئيس مجلس الوزراء يصدر اللايحة التنفيذية للقانون في غدون ثلاث أشهر القانون اللايحة التنفيذية اتأخرت حتى أحد النواب الكرام كان بيتكلم قريب في الموضوع ده ليه؟ لأن إننا ما كناش جهزين للتطبيق الفعلي للقانون بمعنى وزارة التنمية المحلية أنشأت حوالي 339 مركز إلكتروني للتعامل ودربت الناس كل مركز اللجنة مشكلة واحد من التعليم واحد من الصحة إذا كان من نشاط فيها غزية واحد من هيئة سلامة الغزاء فاللجنة مشكلة من كل الجهات المعنية فكان مواجب تدريب الناس دي على التكنولوجيا دي عشان خاطر نحل لبعض سوقات الماضي بمعنى أنا كنت الأول بقدم الترخيص ورقي فكان يعيبني فساد المحليات بقى ومن تحت ومن فوق أنا النهار ده بقى عمل حاجة جديدة اسمها الإختار وبقى عمل حاجة جديدة كمان إن بقى المركز المختص ده ملزم بإصدار الترخيص خلال تسعين يوم من خلال تقديم الطلب إن أنا عاوز ترخيصه شروط موفية مردش علي كأن فيه ترخيص صدر واجب النفاذ لو مردش علي ما كانش الموضوع كانش القانون الأديم القانون الأديم على فكرة كان من سنة 54 و 56 القانون اللي كان بنظم المحل تخيل مجراش عليه أي قوانين نتكلم في 2019 فإن عدوان السلاسي يعني فحضراتك نيجي بقى هل السؤال حد نرجي على سؤال حضراتك هل القانون ده عينظم الحكاية دي والناس عتلتزم تقاطعنا بنسبة كبيرة بس زي من سيادة الناب قال فيش بعض الإشكاليات عتقابلنا في الطبي زي زي المحل أولا نحن عندنا ثلاث نمازج أنا أخذ من سيادة الناب وكمل عندنا ثلاث نمازج يا إما محل مرخص ساعة صدور القانون وفيه مادة انتقالية في القانون المادة رقم 6 متنظم الحكاية دي طيب يا إما محل غير مرخص وهو المعني به القانون في المادة رقم 3 بيقول كل محل يزاوي النشاط بدون ترخيص عليه أن يتقدم بإختار للمجل للمركز النموذجي أو بأوراق يروح بإيده يؤدي من أوراق والأوراق بسيطة جداً كان زمان نقطر في الأوراق فالموظف يبدأ يبدأ فساد المحليات ويعاب يأخذ من تحت ومن فوق والوحيد اللي عنده المعلومة هو الموظف الصغير دي ما كانش حد المعلومة كتير والتشريعات كتير غابة من التشريعات فدلوقتي قال لك لأ ده هم أربع حاجات أنا عاوز صورة البطاقة البطاقة الدربية استجل التجاري قاعد التمريك أو الإجارة خلاص بسيطة بسطتلك أكتر من كده طب ما نيجي مسألة الرسوم ودي اللي أنا ليه فيها وجهة نظر كنت أكلم سادة النايب قبل الأواء أنا شايف هو رسوم مبدئياً اتحددت في القرن اتحددت بألف جنيه ومئة ألف جنيه حددنا وحد أقصر ونظمنا المدن والأماكن الرسوم ملهاش دعوة بالنشاط لها ده لعوة بالمكان فقلنا قرح وريف ونجوع ده البند الأولان وقلنا المدن الصغرى البند الثاني البند الثالث عواصم المحافظات وبعدين أماكن مميزة أماكن مميزة ده بتتحدد بلجنة معينة رئيسها الوزير التنمية المحلية فالنهارده طب أنا النهارده لما أقول مئة ألف جنيه ولا ألف جنيه برضو في الريف طب أنا النهارده أنا لازم نبقى يبقى في ألية زي ما عملنا في قانون التصالح لازم نقصة المبلغ ده أو نقلله حشان نشجع أنا في النشاط غير الرسمي الرجل ده كان بقين عني في الدرايب في الكهرباء وفي حاجات كتير قوي طب ما هو بقى تحت إيدي في الكلام ده كل والدولة في الفترة الأخيرة رفعت الدعم عن حاجات كتير فالرجل بقى يدفع طب ما أنا شجعه في ده ده أنا جايلي هو أنا النهارده زمان يعني جالي خط تليفون هدية يما كان الخط بألفات فأنا بقول إيه ده فأولادي قالوا ده معناها استهلاج جديد فأنا الرجل جايلي النهارده عاية من الترخيص فخلاص يعني عيدخل لإراد بقى دخل في منظومة الاقتصاد الرسمي نقطة تانية أنا لو بعمل استثمارات المعالة اللي دي أو الورج دي بتقدم سلع الاستثمار ده فهيبقى موضوع جاذب الاستثمار فلازم أنا بص من نظر من فوق ما بصش تحت إن أنا أخد منه رسوم الترخيص وبس طب ما في حاجات كتير أنا عستفيد منه اشتركوا في القناة